دخل ديانوس بالاتفاق مع معاونيه في 23 فبراير 303 ميلاديا أصدر منشور يقضي بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وترد جميع زو المناسب الرفيعة من المسيحيين وحرمنهم من الحقوق المدنية وحرمان العبيد من الحرية إن أصروا على الاعتراف بالمسيحية اختصاراً للجملة دي كلها بهذا المرسوم اللي أصدره دخل ديانوس ليس لك حق أن تعيش طالما أصريت أو أعلنت أن أنت مسيحي يعني أي واحد عنده ملكية ممكن واحد تاني كان في الوقت ده يجور عليها ولو راحوا المحكمة مجرد أن يقول ده مسيحي خلاص ليس لك أي حق لو حد أتى لأي حد برضو خلاص مش هيقدروا يعملوه بحسب القانون الروماني فمن هذا المرسوم أصبح فيه اضغاد فظيع بالنسبة لكل المسيحيين في العالم كله وطبعاً كان هنا في مصر كان الأمور كانت صعبة جداً فالكنيسة شافت بداية حكم ديقليديانوس ما قالتش يعني أن احنا عايزين ننسى التاريخ الصعب بتاعه وبالعكس قالت لا ده احنا هنفضل من التاريخ ده هو نبتدي نعد بقى العدات بتاعنا تبقى أول سنة للشهد فابتدوا يشوفوا سنة 284 هما بالضبط أن ابتدوا أول توت انت عارفين السنة الإبطية بيبقى نص منها في سنة ونص في سنة تاني فأول بداية أول سنة واحد توت كانت 29 أغسطس 233 ميلادية يوليانية بس احنا بنحتفل دلوقتي بـ 11 سبتمبر حضراتكم لو جمعتوا على 29 أغسطس دول 13 يوم هيجبنا الـ 11 سبتمبر نفس الفرق بين 25 ديسمبر و 7 يناير بعد ما ندرس اليولياني والغرغوري هنعرف الفرق أب ما كانش لسه الإصلاح الغرغوري أو النتيجة الغرغورية أو التقويم الغرغوري كان لسه جه ففي الوقت ده كان فيه حاجة اسمه التقويم اليولياني فيوم واحد توت وافق 29 أغسطس سنة 283 عشان بقيت السنة بعد كده لما تبتدي تستمر هتبقى في 284 اللي هي بداية حكم دقل الديانوس مشيت الكنيسة الإبطية على هذا التاريخ إلى يومنا هذا موسيقى موسيقى موسيقى